كتير مننا من مر بمواقف صعبة وتجارب مؤلمة في الطفولة سواء فقدان أو إهمال أو يمكن كمان سوق معاملة الحاجات دي بتسبب جوه كل واحد فينا قثر كبير يمكن بيكمل معانا طول حياته تجارب دي مش بس بتأثر على طريقة تفكيرنا لكن كمان ممكن تكون بتأثر على علاقتنا بالناس اللي حوالينا وكمان ممكن تكون بتأثر على صحتنا النفسية اللي بالتبعية بتنعكس على صحتنا الجسدية المستقبل صحيح يعني حنحاول النهاردة مع الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السنوك وعضو المجلس القومي للطفولة والعمومة أن احنا نفهم أكتر عن تأثير هذه الصدمات إزاي وإزاي ممكن يأثر علينا على المستوى الكبير خلال رحب بحركة الأول دكتور نور أهلا بحضرتك صباح الفل أهلا بحضرتك إزاي ممكن الصدمات اللي بنمر فيها في الطفولة يعني تسيب جوه كل واحد فينا أثر يمتد لسنين طويلة طيب يعني إيه صدمة أو ترومة الصدمة هي أعراض نفسية ضر مش بيعرف الفرد المصاب بيها أنه يتكيف أو يتعامل معها وفي مشكلتين هنا مش قادل يتعامل معها فإذاً هيحصل انسحاب فإحنا عرضة ليه الترابات نفسية طيب لو تكيفت هتبقى كارثة فأتكيف عشان الموضوع أكبر مني فيحصل الترابات برضو نفسية فهي أعراض نفسية ضر ما ديش هتعامل معها طيب ليها درجات والدرجات دي مهمة جداً أهم درجتين المعقدة والحادة الحادة هي الأصعب حادة دي حاجات حادة كان عزيزة عليك حصل له حادة وفاة زلزال براكين أي المعقدة اللي بعدها بقى شوية حالة تحرش وممكن نحط الحالات اللي بعد تحرش هتكعد ممكن نحطها ضمن الحادة الحالات اللي علاقة بالتنمر بأي شكل من أشكال التعنيف بأي شكل زي مثلاً التعنيف الجسدي غير التعنيف المعنوي غير التعنيف اللي علاقة بالإيزاء ده مختلفين تماماً غير التعنيف الإلكتروني فالمشاعر دي أنواع الشخصيات زمان كنا بنعمل دراسة عن أنواع الشخصيات في التعامل مع الصدمات اكتشفنا أصحاب الشخصيات القوية أصحاب الشخصيات الجريئة أصحاب الشخصيات خجولة كلهم زي بعض نفس الإيكول في الآخر في تعرض الصدمات المفاجأة اللي كان بيقولها دكتور بروس اللي هو طبيب نفسي مشهور جداً أن كل ما زادت جرعات الحب مش التدليل للأهل كل ما زادت فرصة التعافي من الصدمات ولما كان كل محد يروح له في العادة بيقول أشتر رشدة ممكن أقدمها إزرع حب أه طبعاً طب لو ما جابش نتيجة أزود جرعات عشان خاطر المنطقة الأمان الوحيدة للولد والبنت المهم صغيرين هو الأب والأم والهايبو كامس اللي يلقى بالنموار المعرفي والنموار البدني والنموار العقلي لا ينمى إلا بالحب الحب هو الاهتمام وعدم شعور الإبني بالتهميش أو الإهمال أو ضغط النفسي للأولاد وده نتكلم فيها المشاكل الكوارث اللي احنا بنشوف إن ابني وهو صغير لا ده زال فل أكيد شاكراً ترومة ولا أي حاجة هدخل المراقع لأوليس صغير ومش مكتشفة إن الأعراض دي بتظهر بأشكال بتحصل لكتير جداً من أطفال وإحنا فيه غفل عنها طيب زي ما بنقول فيه كتير ناس بتبقى مرت بمواقف وبتجارب وهي صغيرة كاميرا صباح الخير كانت موجودة في الشارع وسألت الناس إيه اللي حصلت معاها وإنت صغير وتأثرت بيها وإنت كبير تعالوا مع بعض نشوفها ونرجع مع دكتور نور يعلق لنا عنها كلنا وإحنا صغيرين مرينا بمواقف فضلت معلقة في ذكرتنا وأثرت علينا بالإجاب أو السلب لما كبرنا والنهاردة في الصباح الخير يا مصر حبينا ننزل نسأل الناس عن إيه هي المواقف ديه الحاجات اللي حصلت معاكي وإنت صغيرة وتأثرت بيها لما كبرت هي أثرت فيها قوي كمان وأثرت وعملت معايا يعني برضو إن أنا بقيت أخيف على عيالي عربية خبطتني وإن أنا صغيرة كنت مسكة إيدي الدادة وسبتها وعديت سبت إيدي الدادة وعديت في عربية خبطتني يعني كنت متأثرة قوي بالمدرسين بتوعي وبالنصايح بتاعتهم وإنما بمشيش وكنت يعني كنت أنا صغيرة بتأثر أكتر بكلام مثلا ناس غلط أو بيوجهوني لحاجات أن أنا ما أهتمش مثلا بمستقبالي بمذاكرتي وكده بس لما كبرت لأ اكتشفت أنه غلط أن أنا كنت أنصاك وراء الحاجات دي وأن أنا فكر أشتغل على نفسي هو ساعتها كان بابايا كان بيبقاسي بس عليا شوية فأنا ما كنت أعلي صغيري يعني اللي هو ليه يا بابا كنت بتعمل كده فلما كبرت لأ لقيت اللي هو كان بيربي فيه اللي هو لازم أبقى قوي لازم أي مشكلة توجهيني مش أخد جنب وأعد أكتب وابتاع ليه المشكلة أحصت لا أعد أدور على حل لو ما جاتش الحل يبقى فكر تاني وهكذا والله هو في مواقف كتير بالنسبة لواحد وهو صغير يعني منها مساعدة الغير والكلام ده كله أنا الحمد لله دلوقت بقيت أي حد بيأ محتاج حاجة لأن كنت بشوفه والدي وكنت بشوف ليه أعمام وخلانه بشوفهم بيساعدوا الناس والكلام ده كله فبقيت إن أنا بيت وأنا كبير بقيت حاجة جميلة أو إن أنا أساعد الغير والكلام ده كله يعني كنت بعمل مشاكل بس اتعلمت بمشاوت يعني الغلاصات اللي كنت بعملها لما كبير طبعا بمطلط عملها طبعا أنا من حوالي 25 سنة كنت قابلت راجل سنه يتخطى لـ 70-75 سنة فكان عايز يطلع رصيف مسكت إيده قال لي لأ أنا بحاول أعتمد على نفسي ويريد ده يبقى ده سلوكك في حياتك تعتمد على نفسك مهما كان سنك ومهما كان الموقف اللي أنت فيه لازم تعتمد على نفسك اللي كان زملاء يعني كان محتاجين لي وأنا ما قدرتش أسعيدهم أنت أخذ بالل حركة إزاي ولما كبرت عرفت أن لازم يعني الواحد يساعد صاحبه على قد إمكانياته والدتي الله أرحمة كانت دايما تقول لي إيه أخوك وتخلي بالك من أخوك وأخوك ظهرك وإنت ظهره وكده يعني جنرين إبراهيم كانت موجودة في الشارع وسمعت أراء الناس وحضرها كمان سمعتها دكتور نور شايف أن في حد تعرض لصدمات غير أبو السيدة اللي كانت بتعبر الطريق أعتقد أنه بقى كله حاجات إيجابية في صدمات ممكن تبقى صدمات بسيطة ولحسب نوع الشخصية يعني قصوة شديدة ضرب إيزاء ضغط نفسي شديد شعوري بأن أنا لازم أبقى قوي رقم واحد في كل حاجة اللي ممكن يبس من الأب أو الأم حاجات دي كلها ممكن تمثل صدمات بسيطة وصدمات بسيطة قد تصل مع الشخصية ومع الضغط النفس الشديد ممكن تصل إليها صدمات معقدة وممكن يحصلوا مشاكل نفسية زي اضطرابات الألق طيب لو ما حصلش ده وحصل أكشن حصل لي موقف سلبي جدا موقف ده أدى إلى تأثيرات سلبية حدث سلبي تأثيرات سلبية مشاكل سلبية في حظ حاجة اسمها الدجمة في العالم باطن إن الموقف ده ابعد عنه ده اسمه خوف لا ده اسمه ألق الخوف هو خوفي أو شعور مريب من حاجة حقيقية النهار ده قاعدت في الحلقة فخايف في الحلقة ما تبقاش حلو بس ده شعور حقيقي الألق بقى خوف وهمي من حاجة لم تحدث بدأ أحط أحداث لم تحدث مرة جاية ممكن العربية تعمل كذا فده الترومة اللي أسهل حاجة ممكن توصل بكل بساطة إلى أي نوع من أنواع للطربات الألق اللي ممكن توصل بعد كده لمرض نفسي إذا لم يتم التدخل هو الموضوع الكبر مننا فجأة ليه دكتور يعني إحنا إحنا الجيل بتاع هركض بتتكلم عن التنمر من شوية وإنه ممكن اللي يتعرض للتنمر يفرق معي إحنا الجيل بتاع أجمل من في الحفلة ده بدوبة تخينة وكاد حاجة بتتقال عادي كده جدا وتمام يعني ليه البناء النفسي بتاع الأطفال دلوقتي هش جدا مختلف عن البناء النفسي بتاع الأجيال اللي قبله ولا إحنا بنتجاهل ممكن تكون حاجة دايقتنا ولا إيه مش عارف طيب ولا الأطفال هم اللي بقوا بيركزوا ولا إحنا اللي كنا بنكبر دماغنا عنصر كبير من عاصل تشكيل السلوك ما كانش عندنا زمان كان عندنا عنصر ده دلوقتي سوشيال ميديا زمان كان الكتب والقرية لا وكانت التفاعل الإيجابي ما بين الاختلاط في المجتمع يعني إحنا كنا بننزل نلعب ونروح نادي ونروح نخرج يعني كان لقاءة المجتمعية والعائلية والأصدق كل ده شكل أصدق صح دلوقتي الحروب الفكرية بدأت تخش من خلال الفراغ الفكري المتعمد فده حاجة جديدة على المجتمع فاللي ما بعرفش يتعامل معاه أنا عن قصد بطلع أطفال غير أسواء أنا ممكن أحتل الأطفال فكريا زي مثلا أفلام الكارتون اللي ما كانش موجودة أيامنا اللي بتبسل الأطفال دلوقتي بتقولون مشاكل في الهواء الجنسية طبعا بيقولون مشاكل كتير جدا في مضوع الرهاب يعني في أفلام دلوقتي نحن نتكلم بقى على الترابط هي اللي بتام مشاكل في حاجة اسمها رهاب الوجود هو أنا أصلا جيت إزاي للعالم هو ده صحة ولا غلط الفكرة أصلا في وجودية موجودة ولا لأ دي كارس فكرة رهاب الأماكن المرتفعة روحت قبل كلا زي الست بالضبط الحصر حدثة الموضوع بيكون أبسط ما يمكن لو تم تدخل المبكر في البداية وبيتعامل حاجة اسمها الجلسات الفردية الجلسات الفردية بيديك حاجة اسمها الكريدت اللي هو منتل أكاونتر اللي هو الرصيد الزهني اللي انت تبدأ تمشي عليه الاتجاه الزهني فبيغير بريم ماب أو خريطة المخ تماما بيغير طريقة تفكيرك وبيخليك طرف تعبر عن مشاعرك بأكتر من طريقة ويبدأ يحط لك مشاعر مصطنعة مش حقيقية حاجة اسمها احتلال المشاعر عشان طرف تعد المرحلة دي لو موضوع وصل لأفكار وسواسية بيتم تدخل دوائي فيه أفكار بتبقى حلوة أوي فيه جلسات الجامعية لناس تعرضت لترومة أو أي نوع من أنواع الرهاب بيبدأ تعود معاه وازاي يعرف يعديها بيبدأ نغيره الروتين تماما بيبدأ يمارس رياضة بيبدأ يعمل حاجات جديدة بيبدأ نستغل وقت الفراغ مع الوقت من ثلاث شهور لست شهور بيلاقي تحسن كبير جدا بس إذا لم يحدث بيتحول الموضوع إلى اضطراب سناء القطب أو اضطراب الشخصية الحدية تصل مرض نفسي وقد تصل بعد كده لكتاب طب يعني إيه الحالات بقى اللي نقدر نقول إن فعلا ده نقدر يعني نحط لدينا نداء يقدر يتعافى وده ما يقدرش يتعافى يعني إمتى نقول إن الشخص يقدر يتعافى أو ما هي الشخصيات اللي نقدر نقول عليها إن هي تتعافى والأخرى اللي تتعافى بس أنا أعسمي لك أحسن مراحل عمرية من أسهل المراحل عمرية اللي أنت ممكن أتدخل ومبكر لعلاج الصدمات لحد 15 سنة أو 16 سنة أو ممكن نقول حد برضو 18 سنة لحد المراحقة المتوسطة عشان لو عديت المراحقة المتوسطة تتكلم على 100% من القيم تكون اكتمنت فبعند الدجمة اقتناعه لأ خلاص أنا مش هتغير وحاجة سمادي فينس ميكانيزم اللي موقع بيطلقه عن الميكانيزمات الدفاعية أن أنا مستحيل أن أتغير فعشان كده قبل 18 سرعة تعافيك وخصوصا في وجود الأهل سهلة جدا طب لو عديت هذه المرحلة ودخلت في المراحقة المتأخرة المشكلة بقى في التوقيت ومشكلة في الأعراض عشان لو أعراض مثلا بنقول التروما في بعض الأعراض لحد 12 سنة ممكن تيصل التابع والرزلاء إراضي التابع والرزلاء إراضي لما تكبر شوية إما يا إما عزلة وحدة بتوصل متلازمة عالم افتراضي أو شدة وعنف قد يصل إلى درجة إزاء الشخص اللي قدامك هتوصل شوية بالدرجة ممكن إدمان الكحل أو إدمان مخدرات فعشان كده بقولك الأعراض بس المدمن ده بيبقى من الأول عنده سلوك إدماني بنبقى شايفينه من وهو صغير ده مشروع مدمن صغير كده خالص طب أولك قولك حاجة أعتقد أنه هو ما بتبقاش حاجة وليدة اللحظة ولا أنا ها متلعبطة بص بقى إما يكون شخص خجول انتواقي شخص متواضع ما عندي صغير من نفسه إنجذب لهذا السلوك لو بنسميه إدمان سلوكي في الآخر عشان حتى في العلاج 10 ايام زاد السموم بعد جدا حيث ما حاد يدخل لست شهور تغيير روتين حياته هو انجذب لده عشان يشعر بالسعادة ومفخر والقوة مع جماعة الأصدقاء عشان هو شخصية خجولة أو هو كان عنده مشكلة في البيت زي مثلا أنا بقول الكزم من قومة السلط لها اللي بيقصوه بشكل كبير جدا هو بيعملها علشان شايف اللي بيعملها هو شخص مختلف وشخص قوي فبيبدأ يميل فبيفتكد ديتها جربة وعدت فعد كده بيكمل فيها أو حد عنده ترومة أو وصل للطرابات الألأ أو الطراب الاكتئابي مش اكتئاب بيبدأ ياخد ده عشان يغير حالته مزاجية عشان يبقى عندهم مزاج عصبي وتقلبات مزاجية فحد بينصحه فبيبدأ ياخد حاجة زي دي عشان كده بنقول ان الدائرة المقفولة بتاعت او مسلس بتاعت الاب والام مهم جدا من فترة دي فالسلوك الإدماني قد يكون اللي بيحصل اللي بيحصل له ترومة ولم يعالج بيبدأ عنده السرطونين وده بمين بيقل له بنسبة تدريجية كورتوزون بيعالها بشكل كبير جدا معضل الضغط النفسي بيكون بشكل كبير بيبدأ يشعر بالراحة لو راح لهذا السلوك اي طب دكتوري مش عايزة بقى مع الناس القلبها جامد يعني وتتهم الضحية بس بنلاقي اتنين ولا تلاتة أطفال في نفس البيت واحد وكلهم عايشين نفس الأجواء يعني ونفس الأب ونفس الأم ونفس المعاملة هما نفس الأب ونفس الأم وهم أخوات شخص منهم أو اتنين منهم يتهموا الأب والأم إنهم سبب لهم مشكلة وشخص يكون طبيعي جدا هنا بتبقى المشكلة عند الأب والأم اللي ما وزعوش حنانهم ولا بيبقوا هما وزعوا والأطفال دي طبعتها أنهم أو متطلبين أو هما ممكن يكون عندهم ضغوط برة فمش عارفين يصنفوها فبيلبسوها أو بيحلوا مشاكلهم عن طريق اتهام الآخرين إنه يبقى أسهلهم إنهم يتهموا شخص عزيز ليه طيب لو إحنا وجهنا رسالة للكبار لو أتعرض الدو كبر أنا دايماً بمشي ببدأ ما فيش ضحية وإحنا قانون 90 قانون ده بيقولك إن كل الأشخاص غير نكحين شايفين إن ظروف الصعبة 90% وإن 10% هو رد فاعلهم على 90% هما يعني هو ضحية فو 10% على الشخص إنك حين شايفين إن ظروف الصعبة 10% وإن رد فاعله على اللي بيحصل هو قدر كبير هو 90% طيب لو جينا رسالة للأب والأم هو فيه جزء كبير جداً جيناتك جزء بجيناتك لازم يكون مشارط يكون يعني ناحية الأب مشارط يكون الأب نفسه بس تجاه عائلة الأب أو تجاه عائلة الأم لازم فيه جيناتك جوه العائلة ما معنا؟ جيناتك جزء موروث يعني بنتي عنيدة جداً لو دورت في الهيستوري بس أنا بتكلم على العند الذي قد يصر حاجة اسمها الطراب التحدي المعارض الطراب هو من ساعة بنتي ما تولدت وهي عنيدة جداً طبعاً إحنا بنتعامل خطأ بسأول بيوصل للطراب فلما تشوف الهيستوري بتاع التاريخ العائلة بتاع العيلة هتلاقي حد من ناحية الأب أو ناحية الأب أو حد فيهم هو كان عنده مشكلات اللي عندي بشكل كبير جداً على عصبية كل ده بينتقل عبر الكروتوزول الكروتوزول ده عبر المشيمة للبيبي اللي جوه بطن الأم فده بيأثر فيه من طفرة سلوكية ففيه جزء جناتك لا يمكن أن تغفر عنه فيه جزء تاني بقى الفروق الفردية الفروق الفردية لو كان ابن أكبر دي ما نحن نجرب فيه فتلاقي ابن أكبر ده كانت تستبتعنا طب تدريجياً لا إنت هتلاقي فيه مهارة واحترافية بشكل غير مباشر فيه تعامل الأب والأم مع الابن الأخير ده وسعب يخص للعكس بنكون فقدنا الشغف بقى وزهيئنا وعملنا كل اللي قدر عليمه على الأولاني وبنسيب التاني بقى بس بيكون التاني يتعلم بالمشاركة بيكون أحسن عشان شاف إخواته برضو على حسب بس هو فيه بقى اجتماعي عشان شاف إخواته بقى الشخص وحيد شاف اللي بيحصل بابا أماما بيتعاملوا إزاي برضو هو سلحزة وحدين عشان كتير الأطفال الصغيرين إذا لم لو فيش حكمة في الترباف ديها فتلاقي اللي التزاز العاطفي يبتزني كويس يعني نقدر نقول أن الأكثر عرضة ممكن يبقى الشخص الأكبر ولا الأصغر طيب الأكثر عرضة أنا بشوف على حسب نوع الشخصية ده لازم نحطها في الاعتبار علشان نوع الشخصية لو كان الشخصية ده قوية وجريئة قد تتعافى يعني فيه حاجة اسمها الترب التكيوفي الترب التكيوفي ده أصحاب الشخصيات القوية بيعدوا من عليه لو حصلت تروما وممكن يتعافوا لو الأعراض التراب التحولي ده اللي بيحصل إلى الأطفال ده مصطلح كبير بتاع التراب بيحصل لأطفال أخجولين أو معهم ثقة بنفسهم أو أشخاص المتواضعين في التربية إذا لم يتم تدخل إذا لم يتم تدخل فأصحاب القوية الشخصية القوية أو الجريئة التعافي بالنسبة أعلى بيكون أحسن فده يجي على حسب نوع الشخصية على حسب أسلوب التربية بتاع الأب والأم على حسب السن اللي جاي في التروما للطفل أو المراحة أو النشأة أي وبناء عليه نقدر نلخص القصة دي وندي نصايح للأب والأم نقول لهم إيه طيب أنا دايماً بقول إن إحنا مش في المدينة فاضلة ولادنا دايماً لما بيتولدوا إحنا بنيديهم النصايح اللي هي ليه علاقة بإسمع الكلام مش خد حريتك دايماً بقول إن الطفل هو صغير وهو بيبي دي أحسن مرحلي في حياته وإن إحنا تفكرنا وإحنا صغيرين أحسن وإحنا أكبر دلوقتي عشان وإنا صغير كنت عرف أمسك حاجة سخنة ما كنتش خايفة تلسع كنت بفكر المينسيت إيه أنا أقدر أمسكها ما كنتش خايفة تلسع لما مجبر ما كنت تفكيري بسبب بالأب والأم ما تجربش ما تعملش أعمل كذا والإجبارات بتخليه أنا خايف أصلاً أمسك حاجة ممكن نط من حاجة عالية ما كنتش بخاف نوعها تكسر عشان كنت بفكر أنا أقدر أنط برضو مع الوقت والتربية الخاصة بالإجبارات والتهديدات والنقد اللازع بتمنع أولادنا من هم أصلاً يجربوا وأصحاب الشخصات القوية وجريئة بتصنع طفل عنيد إلى طفل متمرد فالإجبارات والتهديد والنقد وعدم وجود متح حتى لو كانت حاجة صغيرة لو عملت أي حاجة صغيرة فكرة المقارنات المستمرة لو عملنا دايماً أنت فين نهاردة وفين بعد خمس سنين حلم الأبوين أني دايماً أنا بكبره يوصل لحاجة أنا كان نفسي ابني يوصلها دي كارثة وصم ابني بحاجة مش السلوك الغلط أنت اللي غلط أنت اللي عملت كذا دي كارثة التهديد المستمر والعقابة القاسي اللي مش مناسب للموقف كل اللي إحنا ملتكلم فيه ده بيصنع في الآخر طفل عنده مشاكل نفسية وقد تصل لترومة الحلول الاعتدال الاعتدال ابني وهو صغير يعتمل على نفسه وبيلا إجبرات وإحنا بخليه اعتمد على نفسه نغني مع بعض لحد ما يبدأ ياخد على الروتين لما بيلاقي بعض الجنسيات الأطفال بيعتمد على نفسهم وفي أطفال بتشعر ولحدها اللبن عندها سنتين وما شفت الناس كتير أو كرة هو بقى الروتين بقى اسمال فيس بدحك لما مثلا بنت صغيرة بتعمل حاجة فرانية فبتفهم من فيس ده إن ده حاجة كويسة جدا بقى الروتين اللي أخد عليه فخلص هو بقى فيه مكافأة كمان فبحاجة لزي جدا نقطة بسط لما بعمل ده بنغني وإحنا وهي بتشاركني في تعمل حاجة في عادية عندنا مثلا الواحد بياخد شاور الواحد الصلاة الحاجات دي روتينية كبرنا عليها كبرنا عليها عشان حطنا روتين وربطنا على الحاجات إيجابية بتحصل من غير ما بنفكر بنشوف الفراغات ما بين وقت اللي احنا الحاجات اللي احنا مسبتينها مضبوط ده اللي حضرتك بتقول أكيد دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة كل مرة بتفتح لنا أفاق جديدة وكل مرة بتفتح لنا نقاط جديدة شكرا لوجودك معنا دكتور نور شكرا جزيلا لك يا دكتور